اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ادخالا امنا ناجحا واكسابه ما تتطلبه وظائفه واعماله من كفايات ومهارات يتطلب التحول بترائق التدريس واساليبه الى الالهام والابتكار بحيث يقوم التعليم على ركائز الثكاء والتكنولوجيا والخيال والقيم ويهتم بالتدريب على تصميم الحلول البديلة المبتكرة ويتحول معه نمط الحياة والتنمية من استهلاكي تنافسي الى ذكي مستدام تحدث الوزير عن دعائم التعليم الالهامي والقضاء على التعليم التمكيني الذي يهدف الى ترسيخ الانتماء وتحقيق المشاركة الفاعلة وتطوير مستوى الاداء وزيادة الانتاجية وفي ختام كلمته دعا الوزير المشاركين في المنتدى الى مناقشة العديد من القضايا والامور التي تتعلق بالمعلمين والمتعلمين مشيرا الى ان المعلمين الملهمين هم الذين يعلمون طلبتهم على العديد من الامور منها التساؤل والاستكشاف المثابرة والمسؤولية والالتزام والاستقلالية والاعتماد على الذات والشغف بالتحدي والطموح الى التمييز شاركت وزارة التربية والتعليم بهذا الجناح في هذا المنتدى العالمي الذي يعني بالتعليم وتحضره العديد من الدول والمؤسسات التعليمية والخبراء وكان جناح وزارة التربية والتعليم يشمل الانجازات التي تحققت في وزارة التربية بفضل الدعم والمسندة التي تجدها من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدأ حفظه الله ورعاه كما طلع الحضور على التاريخ العريق لمسيرة التعليم في مملكة البحرين خصوصا ونحن إن شاء الله نحتفل هذا العام بمرور مئة عام على التعليم فإن شاء الله سوف تستمر هذه المسيرة الرائدة التي تجمع بين تاريخ العريق وطموح مستمر